مجلس الشعب امناء وافراد الشرطة اضرابا عن العمل على مستوى الجمهورية كما تظاهر امناء وافراد شرطة امام مقر وزارة الداخلية احتجاجا على عدم استجابة الوزارة لمطالبهم بتحسين اوضاعهم المالية والوظيفية نفت الدكتورة فيزة ابو الناجة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اتخاذ الحكومة اي اجراءات خاصة بشأن اجراء تعديل الوزاري في الوقت الحالي حول تصريحات الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب بشأن اجراء تعديل وزاري خلال 48 ساعة قالت ابو الناجة انه قد مضى اكثر من 24 ساعة على تصريح الكتتني دون حدوث اي اجراءات واوضحت ان الجنزوري كلف وزيري المالية وشؤون مجلسي الشعب والشورى بالتواصل مع مجلس الشعب والكتتني من ناحية اخرى قال دكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب ان المجلس سيعقد جلسته القادمة كما هو مقرر يوم الاحد المقبل وقال الكتتني في تصريحات للصحفيين ان مجلس الشعب من حقه وفقا للائحة قبول بيان الحكومة او رفضه واضاف ان المجلس لم يتخذ اي خطوات اجرائية بشأن سحب الثقة من الحكومة قال النائب محمد عبدالعليم داود وكيل مجلس الشعب قال ان المادتين الثالثة والثلاثين والثانية والستين من الاعلان الدستوري ومواد لائحة مجلس الشعب تعطي للبرلمان الحق في سحب الثقة من حكومة الجنزوري واسقطها واضاف للجزيرة مباشر مصر ان حديث الجنزوري على انه لا يجوز للبرلمان سحب الثقة اهانة لا يقبلها للنواب الذين اخترهم الشعب واضح داود انه يحق لحزب الحرية والعدالة تشكيل الحكومة الجديدة انا حزب وحزبي جايب اغلبية فمن حقي طبقا للأعراف البرلمانية اخي اتبال سيادتك في العالم كله ان انا اللي اشكل الحكومة طبعا حضرتك الاغلبية في اي بلد في العالم مش هي اللي بتشكيل الحكومة في امري في امري في اسرائيل في لبنان في اه في حتى ارى بقرب لك حتى اسرائيل بعد ازن حضرتك في لبنان في اي دولة مش هي اللي بتشكيل الحكومة دول العالم كلها الديمقراطية في بريطانيا فرنسا كله مين اللي بشكل الحكومة مين اللي بشكل الحكومة حزب الاغلبية خاتب الحضرتك ان كان هو النهاردة من حقه ان يشكل حكومة بالتحالف او بالاتلاف مع بعض الاحزاب او الطيارات يأتي هذا بينما جمع عدد من اعضاء مجلس الشعب الرافدين لتعليق جلسات البرلمان توقيعات وصل عددها الى نحو مائة وستين توقيعا بهدف الوصول الى اكثر من نصف عدد اعضاء المجلس ثم الدعوة لعقد جلسة عامة وتصويت مرة اخرى على تعليق الجلسات دعا دكتور محمد ابو الغر رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة الاحزاب والقوى المدنية للاجتماع غدا لمناقشة ما قال انه محاولات من الاخوان المسلمين بالاستئثار بتشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور القادم للبلاد واوضح بيان للحزب ان هذه الدعوة تأتي في اطار جهوده للوقوف امام ما تقوم به جماعة الاخوان المسلمين من اسرار على تكريس مبدأ المغالبة لا للمشاركة وذلك على حد وصف البيان وجه حزب التجمع انتقادات لاذعة لجماعة الاخوان المسلمين بسبب رفض الاتفاق الاخير بين قادة الاحزاب والمجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن الدستور واتهم حزب التجمع في بيان اصدره اليوم جماعة الاخوان بالسعي لادخال نص على الدستور يحصن مجلسي الشعب والشورى من اي قرار قد تصدره المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات بما قد يؤدي الى حل المجلسين بدأت اليوم رسميا فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في 23 و24 من الشهر المقبل وحددت لجنة انتخابات الرئاسة مدة الدعاية حتى 21 من مايو على ان تعقبها فترة صمت لمدة 48 ساعة قبيل بدء الاقتراع ويحدد قانون الانتخابات الرئاسية مبلغ 10 ملايين جنيه كحد اقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية في جولة الاولى على ان يكون الحد الاقصى في جولة الاعادة مليوني جنيه اشتعلت نيران في 50 منزلا بقرية الشغب في مدينة اسنى جنوب الاقصر قد سعدت شدة الرياح على سرعة انتشار النيران وانتقالها من منزل لاخر من جانبه طالب دكتور عزة سعد محافظ الاقصر بتدخل القوات المسلحة في عمليات الاطفاء وذلك بعد انتقال العشرات من سيارات الاطفاء ومحاولتها وقف امتداد النيران التي اندلعت في بادئ الامر في بعض اشجار النخيل وانتقلت لمساكن القرية سرح مصدر قضائي بان نيابة العسكرية تحقق الان مع ستة من المتظاهرين تم القبض عليهم اليوم في احداث محيط وزارة الدفاع قد وجهت نيابة تهم اثارة الشغب والتقدير الامن العام للمتهمين اشتراكين في الاشتباكات التي شهدها مؤخرا محيط وزارة الدفاع بين المتظاهرين ومجهولين كما استمعت نيابة لاقوال اكثر من 130 مصابا في الاحداث اجرى محمد كامل عمر وزير الخارجية اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الامير سعود الفيصل واكد بيان صحفي لوزارة الخارجية ان الاتصال جاء في اتار المشاورات المستمرة بين الوزيرين كما تم التطارق خلال الاتصال الى قضية المواطن المصري احمد الجيزاوي كما تم تناول اهمية اعادة فتح استفارة والقنصليات السعودية في مصر وعودة السفير قال الدكتور هشام قنديل وزير الري والموارد المائية قال ان مصر تحصل على نصيب الاسد من مياه النيل كما هو شائع اطلب قنديل وسائل الاعلام بالتعرف على ملف حوض النيل التحديات التي تواجه مصر في هذا الملف واوضح قنديل في مؤتمر صحفي عقده اليوم بنقابة الصحفيين ان مصر ليست ضد التعاون مع دول حوض النيل ولكنها تطالب بحقها في التعرف على المشروعات التي قد تؤثر على مستقبلها ولكن زي ما ذكرت من مبدأ التعاون مبدأ عدم الادرار ومبدأ المنفع المشتركة وان مصر لا تريد حق الفيتو وان الاختار المسبخ لا يعطينا حق الفيتو لكن يعطينا الحق في التعرف على المشروعات الكبيرة التي قد يكون لها تأثير علينا وهذا حق متعارف عليه في جميع العراف الدولية في العراف الأنهار الدولية مثل هذه الرسائل ومثل هذه المعلومات يعني بنرجو من الاخوة الاعلمانين أن يتعرفوا عليها ثم يبرزوها حتى يعطوا الصرحة حقيقية كرمت مشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع جمعية الأرمان الخيرية مئة طالب أزهري من حفظة القرآن الكريم من عدة محافظات وأكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف يولي رعاية فائقة لطلاب المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأرمان أن تكريم المتفوقين من حفظة القرآن الكريم رسالة إنسانية تحرص عليها جمعية الأرمان للعام الرابع على التوالي هذا العمل دائما بتكشاهم وبتكرم الأيتام بمبالغ يعني مبالغ إذا كما رأيتم الآن كل متسابق خد ألف جنيه غير شهادة التقدير غير الخدمات اللي بتقدم له سواء كان من قطاع المعاهد أو كان من هذه الجمعيات قال موظفون في وزارة القوى العاملة إنهم محاصرون داخل مبنى الوزارة بسبب وجود أشخاص يريدون مهاجمتهم من خارج المبنى كان الموظفون قد بدأوا قبل أسبوع اعتصاما للاحتجاج على تخفيض حوافز مالية كانوا يحصلون عليها واتهم الموظفون مسؤولي الأمن بعدم التدخل لمنع الموجودين خارج الوزارة من مهاجمتهم بحجة أنهم عمال يريدون إنهاء إجراءات سفرهم إلى الأردن من الوزارة نهاية الموجز للمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت كما يمكنكم متابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته وننوه أيضا أننا نستقبل التعليقات والأسئلة على صفحتي الجزيرة مباشر مصر على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر